تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 667 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 656 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 59 طن إلى جانب ضبط أكثر من 512 طن في مجال حجب أرز الشعير والأرز الأبيض وكذلك البيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمي للأرز الأبيض فيما تم ضبط قرابة 67 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السعر الرسمي لاستلع الغذائية فضلا عن ضبط 915 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 287 قضية خبز ناقص للوزن و218 قضية خبز غير مطابق للمؤصفات